من جهة أخرى أكد إيفيشن مولافي زميل أول في معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوكنز أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى واشنطن تتمتع بأهمية خاصة نظرا للعلاقات القوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بالإضافة إلى الملفات التي تتم مناقشتها لقد شهدت الكثير من الزيارات من الشرق الأوسط إلى واشنطن إلا أن هذه الزيارة مختلفة جدا نظرا للملفات التي يتم مناقشتها بين دولة الإمارات والولايات المتحدة هناك مواضيع هامة مثل الفضاء والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وغيرها من الملفات وهذا انعكاس لما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم ونماء لقد تحدثت مع مسؤولين في البيت الأبيض والذين أكدوا أن لدينا في دولة الإمارات شركاء يعتمد عليهم في التكنولوجيا وهذا ما جعل هذه الزيارة مختلفة في حد ذاتها